يساعد اوقاتكم و اهلا وسهلا فيكن انا ام منذر من من ما بيشتهي المعروك برمضان اليوم رح نعمل بطريقة كتير سهلة وبسيطة جبت هون كوب من الحليب الدافي و رح ضيف عليه معلقتين كبار من السكر نحن ما فينا نزيد السكر كتير حتى ما يقسى معنا المعروك رح حط عليه كمان معلقة كبيرة من الخميرة رح خلطون و اتركوا تقريبا هدولة شي عشر دقايق لحتى تتفعل الخميرة يعني هذا افضل حتى تتأكدوا كمان انه الخميرة عند كون شغالة رح حط عليهم بعد عشر دقايق حبة من البيض و بخلطهم مع بعض و كمان بدي اضيف نص الكوب زيت عادي زيت النباتي يعني المطبخ فيه بخلطهم كل اللي يتجانسوا مع بعض بعدين بضيف الطحين على مهلي شوي شوي لانه كل الطحين شكل ف انا هون حطيت كوب من الطحين و ضفت عليه كمان يعني تقريبا معلقة الشاي محلب و هدا اختياري فيكن ما تحطوه زي متوفر عنكن و كمان حطيت رشة صغيرة من الملح هلا اه اول شي بدي حرك هيك لانه بكون بعض العجينة سائلة بس اجبالي بنا نعجم باليد لحطت شكل عنا عجينة رح حط هلا الكوب الثاني و رح اترك هلا الكوب الثالث يعني على جناب و بصير بحط على مهلي شوي شوي لحتى تشكل عنا عجينة نعمة و انتو كمان عملوا هيك يعني لانه كل الطحين شكل ف يفضل انه نضيف الطحين بالتدريج انا رح قلكن هلا استخدمت و انتو طبعا حسب اللطحين عنكن هون انا ضليت عم حط اللطحين حطيت لثلاث كواب كاملين رجعت حطيت كوب رابع بس استخدمت منو تقريبا بس النص يعني انا هون حطيت ثلاث كواب ونص من اللطحين و انتو حسب ما بحتاج عندكن تحتاج العجينة بتضيفوه لطحين طبعا العجينة كل ما عجلناها بيكون افضل انا هون حطيتها على الدف التقطيع و بدي اعجنها كتير منيح يعني شايفين هلا هي بتكون ملزقة بيدي بعدها بس عجنتها منيح بشكل جيد يعني اي عجين بده تقريبا شي خمس دقائق او العشر دقائق عجن رح تلاقوه صارت مأحلها و ما عاد تلزق باليد وهيك بتصير ملمسها ناعم شايفين كيف صارت مأحلها خلص هلا هيك صارت هاي العجينة تمام بدي اه تركها لحتى تتخمر رح رجعها عال وعاء اللي كانت فيه بده هنو شوي زيت عندي هون بنضل فيه بقايا شوي من الزيت اللي كان ضايفتون بمسح هيك شوي وبحطها وبتركها تقريبا اه ساعة لحتى تتخمر يعني اذا كان الجو بارد بنلفها هيك بنغطيها بحرام او شي لحتى اه تتخمر وتنفو اش معنا بالنسبة للتمر انا جبت هاي عجينة التمر يعني ما فيه اي شي بس ضفت له معلقة سمنة واذا بتحبوا تضيفوا اي بهارات مثلا ارفي او هيل او شي ممكن بس هي تبع المعروك يعني ما بيكون فيها اي شي العجينة تبع التمر مجرد تمر فقط عجينتي صارت هيك مختمرة هاي بعد ساعة تقريبا هلا بدي اخذها قطعة اه حسب ما بتكون انتو حجم المعروكة بتعملوها يعني انا هون هلا هاي بدي اطعها لتمن قطع اول شي بحاول هيك طالع منها الهواء وبقسمها بالبداية بقسمها هاي شايفين كيف عملتها مترول بقسمها لاربع قطع وكل قطع برجع بقسمها كمان لحتى يصير عندي اتمن قطع طبعا مثل ما تلكون حسب حجم المعروك اللي انتو بتكون ياه بس انا هادا اللي عملته الحجم مناسب يعني هيك نحنا بنجيبها من الاسواق بهذا الحجم هلا بدي كورون كلون بعملون على شكل كرة اما بتعملون هيك بيئتكن او بتعملون على سطح العمل يعني بتفتلون هيك حسب ما بتكون انتو المهم تكون كرة مسكرة من تحت هلا بعد ما عملتن كلون هيك بدي غطيهم كمان اتركن على جناب وبدنا نشكلهم هلا جبت التمر باخد هاد الاياس تقريبا شافين كيف يعني حجمها قد ما بتكون انتو بيكون تحشوها تمر يعني زيادة بس انا بتصور هيك كافي لحتى يطلع نكهة العجين كمان والتمر مع بعضهم بفرد العجينة العجينة رح تلاقوه كتير كتير سهلة يعني ما بتحتاجها كمان مجرد تمسحوا اللوح التقطيع لا بزيت لا بطحين مجرد تعملوه هيك بالايد فيكن طبعا تعملوه بالشوبك بس مجرد تعملوه بايدكن هيك رح تلاقوه تشكلت او فتحت معكن وبنحط هيك وبنلف على لازم نضغط منيح العجين يعني وقت نلفه على التمر بنحاول انه نشد عليه هيك منيح ونقفله قفل يعني وبنعملها بنرجع على شكل رول شافين شغلته قديشها بسيطة كتير شغلة سهلة وبنسكرها من الاطراف وبنسكر كمان محل ما بيكون مفتوحوني بنسكرهم كلن بهالشكل هادا كتير شغلته سهلة وبسيطة بس هيك هلا بنعملها هيك ولا حتى يعني تاخد كلها نفس الروح وبعدين بنقصها بالسكين متل مواضح بالفيديو هيك شغلته سهلة كتير كتير بنفتلة هيك بهالشكل هادا خلاص صارت عنا شكل المعروكة اللي بتعرفوه المتعارف عليه اه فيكن تحطوها لانا بدي حطها بصاج داهنتو بس بشوي الزيت اذا عندكن كمان وراء الزبدة فيكن تستخدموه او متل ما قتلكم تدهنو شوي الزيت وبتحطوها بصاج ياريت تكتبولي بالتعليقات من اي بلد عم بتتابعوني واذا عندكن كمان اي استفسار عن هذا الفيديو او فيديوهاتي الاديمية كمان اكتبولي انا بجاوب على كل التعليقات هلا العاجين كل ما ريحنا بناخد نحنا نتيجة افضل فهلا انا بعد ما بدي شكلون هدولي كلون هيك بهالشكل هادا بدي تركون يرتاحوا كمان يعني تقريبا شي نص ساعة او ربع ساعة لحتى يتلاقون رجعوا نفخوا من اول وجديد هذا بيخلي المعروك يطلع معنا هش وظريف فيفضل انه ريحوا قبل ما ندخلوا للفرن لازم يرتاح كمان شي نص ساعة بعد ما اشتغلنا فيه وشكلنا بهالشكل هادا هلا حطيتن انا هنى عندي طلعوا 8 قطع فحطيت بكل صاج تقريبا اثنين بحاول بعد بيناتن كمان لانه كمان هنى رح يرجعوا ينفخوا شوي بالفرن حطيت عليهم هلا شوية متل ما قدلكون نايلون ورجعت غطيتن هيك وبدى اتركهم نص ساعة لحتى يرجعوا ينفخوا من اول وجديد بعد ما صاروا هيك بها الشكل وانتفخوا شافين كيف صاروا بدي ادهنهم بشوية من البيض وشو بتحبوا تضيفوا مثلا تحطوا عليهم سمسوم حبت البركة المتوفر عندكم فيكون تحطوه انا حطيت هون شوية من السمسوم بدي ادخلهم على الفرن لازم تكون درجة حرارة الفرن عالية اعلى شي عندكم يعني تقريبا ميتين ميتين وخمسين نشغل عليهم بالبداية من تحت بعدين من فوق يعني تقريبا اخدوا عندي انا هون 8 او 10 داعي يعني بيت 8 او 10 داعي بياخدوا معكون بس اخدوا لون من تحت بنشغل عليهم من فوق لحتى ياخدوا لون شافين كيف اخدوا لون من تحت ورغم انا كمان انه هون انا ما حطيت ورق زبدة بصاج بس هو ما حتلاقوا شافين كيف بيطلعوا بكل سهولة الريحة بتاخد الريحتهم بتجنن يعني كتير كتير الريحة طيبة وبس جربتون رح تشوفوا قدي طعمتون كمان كتير طيبة هشين وقوامون هيك بتلاقوا كتير كتير ضريف وقت بتكون تاكلوها رح تلاقوا نكهة التمر اوية لانو نحنا عملنا الحجم كمان منيح من التمر بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة